موسيقى أنا اليوم لا أريد أن أذهب بعيدا في قضايا الفساد وهذه التي تضرب الدولة الجزائرية وتعصف باقتصادها واستقرارها وأمنها ووضعها الاجتماعي لكن أريد أن أتحدث عن تصريحات للمسمى بهاء الدين طليبة بهاء الدين طليبة للتذكير هذا من موليد 1977 شاب داخل في مجالات صار من الأثرياء لا يهم أن نتحدث عن هذا الأمر حاليا وأصبح من الأثرياء وفجأة واحد ليس له حتى مؤهل ثقافي ولا مؤهل سياسي يصبح على رأس قائمة برلمانية لمن؟ لجبهة التحرير استعمال الشكارة بهاء الدين تحدث عن قضايا وعودوا إلى ما دار ما بينه وبين إسكندر ابن ولد عباس الذي كان وزير عدة مرات وكان الأمين العام لجبهة التحرير وكيف المليارات؟ كيف القوائم تباع؟ تباع؟ شكارة كيف تستعمل؟ هي شكارة تستعمل على مستويين؟ من قبل كانت تستعمل بطرق قضية المطاعم، مكفآت تحت الطاولة وأذكر أن أحد المترشحين في ذلك الوقت ترشح حر على قائمة حرة وهو محمد جميعي الذي هو بدوره أصبح نائب عدة عهدات وأصبح الأمين العام لجبهة التحرير وهو الآن يقبع في السجن وقرنته بسبب ملف قضايا كان في ذلك الوقت يوزع في أظرفة كل ظرف في 200 ألف أذكر في ذلك الوقت والمطاعم مفتوحة والأكل مجاني ويشتروا في ذمم الناس وأصبح نائب في البرلمان وبعد ذلك تحول إلى إمبراطور المهم كانت في الأول مثل هذه الطريقة تُعطى تفتح مطاعم مجانية كما يقولون القصعة متاعي الكوسكوس نيزون فلوب تحت تحت الطاولة ولكن ما كانت تشمل قبل أنه الناس اللي يريد أن يأتي على رأس قائمة أو الثاني أو الثالث يدفع مليارات يدفع سبع مليارات، ثماني مليارات وتخيلوا محمد جميعي مثلاً كان في الأول على قائمة حرر وبعد ذلك تحول إلى قيادي ومرشح باسم رفلان يعني حتى قبلها منهم يكون حتى عضو في رفلان من المفروض فيها هناك شروط أنه شخص يأتي على القائمة ويصير على رأس القائمة يجب أن يكون له على الأقل سابقة في النضاد في جبهة التحرير ويكون هناك الكثير من الناس اللي كانوا في جبهة التحرير ولم يلالوا هذا ولكن القضية قضية مال لو تذهب الأمر لا يمكن يقتصر هكذا حتى على مستوى المحلي الذي يريد أن يأتي على رأس قائمة الترشحات المجلس الولياء يدفع أموال ولا يأتي على قائمة رأس البلدية يدفع أموال وحتى صار منهم اللي عنده الشكارة واللي عنده الثروة هو الذي يصبح نائب البرلمان أو رئيس المجلس الولائي ونذكر أيضا في هذا السياق بالنسبة لولاية تبسة التي أنحذروا منها نجد مثلا الآن عضو في مجلس الأمة مو من الغالي مو من الغالي هذا تاجر تعنخالة عنده وزين تعنخالة هذه اللي بيعوا فيها من عائلة لبس عليها كان يدرس في ثانوية مالك بالنبي لم يتحصل على شهادة البكالوريا عام 1990 أو نعم 1990 درس إعلام آلي كان في البداية كانت الدفعة الثالثة التي فتحت كانت دفعة الأولى كانت 88 عام 1988 درسوا بيلانك باللغة الفرنسية كانت أول دفعة شعبة الإعلام الآلي في الثانوي والدفعة الثانية كانت 1989 وكانت باللغة العربية وكنت ضمن هذه الدفعة وبعد ذلك جاءت الدفعة الثالثة التي عام 1990 وكان مو من الغالي ينتبه إليه مستوه محدود جدا مستوه الدراسي لم يتحصل على شهادة البكالوريا بعد ذلك عاد إلى بيته وتفرغ إلى إعماله وكان في تلك الفطرة كان متربي في جماعة الإخواء المسلمين كان من جماعة الحناح وكان من جماعة حمس وحماس وكذا وكذا في تلك الفطرة كان مشافع مع حماس وبعد ذلك فجأة يعود إلى المشهد على بوابة جبهة التحريض لأنه أصبح من الأثرية والآن هذا عضو في مجلس الأمة يمثل ولاية بسة بعدما صار في المجلس الوليائي وبعد ذلك بطرق مختلفة وطبعاً اللعام والمعمول به هي شراء المناصب بالنسب إذن القضية البرلمان الجزائري كل فاسد الفساد لم يتعلق فقط بشراء المناصب بل أنني في كتابي هذا طفان الفساد وزحف باللادن في الجزائر تحدثت عن قضايا كثيرة تتعلق بتبذير المال العام صفقات المشبوهة برلمان يغرق في أوحال الفساد برلمان يغرق في أوحال الفساد نعم تحدثت على كيف تصرف الأموال العام سيارات المصاريف الهاتف النقال ما تتكبده الخزينة العمومية من أموال لا يمكن وصفها أذكر هنا أما مصاريف الهاتف النقال والثابت التي تقع على عاتق المجلس فقد أكد التقريب أنها تجاوزت صقف المحدد حيث بلغ ما دفعه المجلس مليون ومية وواحد وعشرين ألف وخمسمية وخمسة وثمانين دينار جزائري في ألفين وواحد ووصل إلى ثلاثة مليون وسبعمية و تسعة وستين يعني فوق تقريبا وثمين مية وثمانية وثلاثين مليون دينار في ألفين وربعة هذه حظيرة السيارات الخاصة قد كشفها تقرير مجلس المحاسبة أن سيارة من نوع باسات فولسفاكن بيقيم في مليون سنتيم 28 ألف وربعمية دولة قد اختفت وتم اتناءها في طار عملية شراءة تشمل 33 سيارة من النوع نفسه في 2004 إذن قضية الفساد في البرلمان لا تتعلق فقط بشراء المناصب وشراء الرأس القائمة يعني أغلبية الساحقة نقول الأغلبية والأكثرية حتى لا نعمم الأكثرية خاصة مرشحي جبهة التحرير والأرند خاصة هؤلاء كلهم اشتروها بالمال إذن الفساد لدى النواب الفساد في تسيير هذه المؤسسة الفساد في الصفقات الفساد هذه المؤسسة التي هي من المفروض مؤسسة تشريعية تحاسب الحكومة وتراقبها تحولت إلى وكر من الفساد لذلك كيف يمكن أن تحاسب وإذا كان النائب أصلا وصل إلى النيابة أو وصل إلى منصبه عن طريق الفساد إذن ما قاله طليبة وما قاله سكندر ابن ولد عباس الذي هو رمز من رموز الفساد في الجزائر أتكلم على والده الذي صار أمين عام جبهة التحرير وكان عضو في مجلس الأمة ووزيره كذا وكذا وكذا كان رمز من رموز الفساد يتحدثوا على أنه ولد عباس وماذا يقول قالتني العصابة لأني كنت ضد العهد الخامسة ما شاء الله وانتم تشوفوه كان مرة في ندوة على المباشر مباشرة جاتوا مكالمة قالت له السكرتيرا من الفوق تذبذب وكانت مكالمة من السعيد بوتفلي حدي يا جماعة اللي يقول لك جمال الدعباسي الشيئة الرئيس الشيئة تونس هدي عيب رفيق السلاح حنا لشربحنا انتخابات واشي جبتي ليوكا توقف ولا اوهي يوم بزاة امسنى لك بزاة شكرا فوق هذا كان ما أنا بحق أنا كان أمورطن مين تماني سترس ناقل ايه اوه 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 خني هذي هذي وعارة شوية نمشي 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 نجايا اشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء